تخوف يسود أوساط العراقيين كلما اقتربت السنة المالية الحالية لعام 2022 من نهايتها في الحادي والثلاثين من كانون الأول الحالي بسبب تأخر إقرار موازنة عامة للبلاد جراء تداعيات تأخر تشكيل الحكومة وتراكمات الانسداد السياسي فها هي البلاد تتجه لعام 2023 من دون موازنة مالية ما يزيد القلق من احتمالية توقف رواتب المنظفين الحكوميين والمتقاعدين وذور رعاية الاجتماعية فضلا عن توقف جميع المشاريع التنموية للبلاد بما فيها مشاريع البنى التحتية التي سيؤدي توقفها إلى ركود في سوق العمل الراكد أصلا وبعد موجة غضب شعبي عصفت بالبلاد إثر الحديث عن احتمالية توقف الرواتب أكدت وزارة المالية الحالية أن رواتب الموظفين مؤمنة وأنه في حال سمرار الوضع المالي على ما هو عليه فأن اللجوء إلى قانون الإدارة المالية سيؤمن رواتب الموظفين من خلال معادلة صرف ما قيمته 1 إلى 12 من قيمة آخر موازنة مقرة في البلاد خبراء الاقتصاد أكدوا أن تصريح اللجنة المالية النيابية من أن مشروع موازنة عام 2023 لن يصوت عليه قبل شهر آذار المقبل إقرار حكومي بمرور ربع سنة بلا موازنة وأن هذا الوضع سيؤدي إلى ركود اقتصادي في الأسواق العراقية مشيرين إلى أن المشكلة الرئيسة تكمن في مشاريع البنى التحتية كبناء المدارس ومشاريع الكهرباء والطرق والجسور والمستشفيات والأسيما في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية أدت إلى نزوح كثير من العائلات إلى المخيمات فيما يرى مراقبون أنه لا فرق على أرض الواقع في حال تم إقرار الموازنة من عدمه عزين ذلك إلى حالة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وهيمنة الأحزاب والميليشيات على مقدرات العراق والثروات وما فضيحة سرقة القرن إلا دليل وشاهد على ذلك